معاذ ابن جبل كما رواه مالك في الموطة قال قال معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحبين فيه وجبت محبتي للمتزاورين فيه وجبت محبتي للمتبازلين فيه المتحبين والمتزاورين والمتبازلين إلى غير ذلك من الصفات رؤية هذا الحديث بألفاظ مختلفة ومضمونه أن من يزور أخاه المؤمن لله في الله لا لغرض من الأغراض فإن الله تبارك وتعالى يجزيه بالجنة يدخله الجنة فإذا كان الأمر كذلك عباد الله فما الذي يمنع المؤمنين من دخول الجنة لأنك لا بد أن تجد من تعرفه في مدينتك التي تسكنها فتزوره في الله فدخل الجنة ما الذي يمنعنا الذي يمنعنا أهو الشرك الأغراض عندما أبني أمري كله على المصلحة كما بنى النصارى واليهود أمورهم بنوها كلها على المصلحة فالنصراني واليهودي لا يفعل فعلا إلا لمصلحة ولا يقول كلاما إلا لمصلحة ولا يتحرف أبدا إلا لمصلحة لذلك حتى في المسل يقولون لا صداقة دائمة ولكن هناك مصلحة أي أن الصداقة لا تدوم علاقتك بالله لا تدوم علاقتك بالأنبياء والرسل لا تدوم علاقتك بالصالحين والأولياء لا تدوم إلا إذا كانت هناك مصلحة المؤمن بخلافهم المؤمن يجرد أمره كله لله فيحب في الله ويزور في الله ويبدل في الله ويعطي في الله ويكرم في الله ويتنقل من مكان إلى مكان كل ذلك يعمله لله في الله بالله فإذا كان المؤمن بهذه المثابة فإنه في كل يوم يرشح لدخول الجنة فسيدخل الجنة إن شاء الله وكما أننا طالبنا بتجريد المعاملة الزيارة من مراعاة المصلحة يجب أن نجرد كل معاملاتنا مع بعضنا البعض من مراعاة المصلحة وإنما ينظر فيها المصلحة الأخروية وهي موافقة رضا الله تبارك وتعالى واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها عندما تقول المؤمنون إغوتي يجب أن يكون هذا المعنى صحيحا نحن نسمع أن المؤمن أخو المؤمن ونعرف أن لا يؤمن أحدكم لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه إذا عرضنا أنفسنا إلى هذا الحديث نجد أنفسنا جميعا بعيدين عن الإيمان فكلنا يحب المصلحة لنفسه يحب الخير لنفسه أكثر بما يحب لأخيه ولكن اختيار الله واختيار رسول الله لنا أن نحب لأخينا ما نحب لأنفسنا أي أن لا نتقدم عليه ولا يتقدم علينا ماذا ما الشرط هو الإيمان فهو لا يتصف بأكثر من الإيمان ولا نتصف بأكثر من الإيمان فيجب أن نشترك نحن وهو في هذا المعنى بأن نحب له ما نحب لأنفسنا ويحب لنا ما يحب لنفسه هل هذا المعنى تحقق في الأمة المحمدية أو أن هناك أقوال لا تصدقها الأفعال هذا هو المرض الذي يجب أن نحاربه يجب أن تكون معاملاتنا كلها لله ويجب أن تكون علاقاتنا كلها لله ويجب أن نبني أمتنا على أسس متنة وثابتة وبذلك نستطيع أن نكون أقوال لأن المؤمن إذا بنى جسر المودة والمواصلة بينه وبين أخيه المؤمن فإنه يعيش آمنا ويكون هذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتوراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمام هذا صحيح لأنك إذا تألم منك عضو تألم معه سائر الأعضاء في الجسد أليس كذلك؟ إذن قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم هذا الحديث صحيح إذا كنت عضوا في الأمة الإسلامية يجب عليك أن تحس بإحساسها وأن تفكر بتفكيرها وأن تتألم لآلامها وأن تفرح للنعمة يزديها عليها الله وبذلك تكون فعلا عضوا من أعضاء هذه الأمة المحمدية الشريفة ترجمة نانسي قنقر